مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس آخر من سلسلة دروس تعليم المحاسبة باللغة الإنجليزية ونرجع إلى شابتر الخامس Adjusting Entries قولة تسوية ونأخذ مثال آخر عن Adjusting Entries for Expenses باستخدام Income Statement Method في 2014-2016 شركة بغداد سددت مبلغ 36 دينار for insurance policy لبوليسة التأمين This amount على المبلغ is covering جغطي فتفة ثلاث سنوات Comencing تبدأ في 2014-2016 لغاية 2014-2019 Required باستخدام طريقة كشف الدخل Record the General Entry for the Approved Transaction سجل قيد اليومية لعملت على قيد اليومية ليقصد بي في 1-4 Record Adjusting Entry في نهاية 2016 شركة بغداد ستسجل قيد اليومية بشكل التالي طالما أنه شركة تستخدم طريقة Income Statement Method طريقة كشف الدخل فأي مبلغ ستدفع ستثبتها كمصروف اعتيادي فيعدنا هنا مصروف تأمين فراح يكون مصروف التأمين في الجانب المدين Insurance expenses 36 دينار إلى حساب الكاش ثبتنا مصروف تأمين لأن الشركة طلبت التسجيل وفق طريقة Income Statement في نهاية السنة شركة بغداد لازم تسوي قيد تسوية قبل ما نبدأ بقيد التسوية لازم نحسب المبالغ للسنة الحالية والسنة التالية مصروف الإيجار الشهري هو 36 ألد دينار تقسيم 36 شهر لنمرة 3 سنوات المبلغ فهو ألد دينار شهري مصروف التأمين لهذه السنة هو لمدة 9 أشهر في ألد دينار يطلع 9 ألد دينار والبريبايد insurance expense للسنوات التالية لنهي 3 سنوات تقريباً فالتسعة شهر لهذه السنة وثلاثة شهر مقدمة مبلغها راح يكون ممكن نقول 36 ألد دينار ناقص 927 سنوات التالية لذلك قيد التسوية راح يكون مشكلة التالية نحن مثل ما الذي كنا نتعلم له أنه الـ insurance expense 9000 لهذه السنة نحن مثل بثبتين 36 فشون أسويها 9000 لازم أخفضها في الجانب الدائل بمقدار 27 ألد دينار فالـ insurance expense لازم يظهر في الجانب الدائل ونثبت الـ pre-paid insurance expense في الجانب المدينة إنه موعدة بسجلات لازم يثبتها ونظهرها في 27 فراح يظهر في الجانب المدينة بمبلغ 27 ألد دينار في نهاية السنة قد منعد حسابات ختامية فالـ profit and loss account اللي هو حساب الأرباح والخسائر راح يظهر بمصروف التأقين بمبلغ 9000 دينار للسنة الحالية وبالميزان العمومية راح يظهر عندنا الـ pre-paid insurance expense ضمن جانب الموجودات بمبلغ 27 ألد دينار لسنوات القادمة وشكرا لكم ونلتقيكم في درس قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة